أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة جاء ذلك خلال اجتماع نعقده لاستعرض استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ وخطة النقل الوفود المشاركة خلال فعاليات القمة هذا وتشارك وزارة التنمية المحلية عبر هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالأسكندرية بعدد 210 أوتوبيسات منها 100 أوتوبيس تعمل بالغاذ الطبيعي و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربية